بين تشرينين تشرين الاول في 2021 وهو موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وتشرين الاول في 2022 مر العراق باكثر الازمات السياسية تعقيدا في تاريخه المعاصر والتي لا تزال مفتوحة كلما قال زعماء ان الحل اقترب فتح شرخ جديد في جدار النظام السياسي الذي تعرض الى رصاصات وتلطخ بدماء يوناس خلال ما يوصف بانه صراع محموم لحيازة النفوذ على السلطة لم تنفع التسويات التي احتادها النظام منذ 2003 في التعامل مع التصدع الواسع بين القوى السياسية ثم جاء ما اطلق عليه بالمبادرات السياسية التي تجاوزت العشرة والتي اقدم عليها كل اطراف النظام السياسي لانهاء ما صار مألوفا ومذكورا في كل بيانات ما بعد انتخابات تشرين الانسداد السياسي وهو العنوان الابرز للخلاف بين معسكري الازمة السياسية الرئيسين التيار الصدري والاطار التنسيقي ويسأل مراقبون ومتامعون لشأن العراقي عن اسباب اخفاق جميع المبادرات السياسية باجاد نقطة التقاء بين المتخاصمين وهي اسئلة تشتبك بل تعود الى جذور السلوك السياسي في نظام ديمقراطي بني على ركام نظام استبدادي واحتلال جديد ويمكن اختصار الازمة السياسية الاطول بالاشارة الى طرف يرى انه الاعلى مقاعدا وطرف يريد الابقاء على ما سلكه النظام السياسي خلال عقدين لا فائز ولا خسر الكل مشارك في مشهد توافقي يقول رؤوسه انهم ممثلون لطوائفهم وفي مساءلة جذور المحنة العرقية الحالية يقفز مشهد عمره اربعة عشر عاما في الفين وثمانية تحديدا شرع البرلمان العرقي ما سمي بالقرار اربعة واربعين الذي تنص فقرته السادسة على تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة مناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وبعد سنتين فاز اياد علاوي في انتخابات الفين وعشرة وحازت كتلته على المركز الاول ليتم الاتفاف على النتيجة عبر التفسيرات وصفها باحثون بالطائفية وانها تشكل بداية للازمة الحالية وبالعودة الى اسباب فشل المبادرة السياسية فان الديمقراطية العرقية تشهد ما لا يحدث في اجواء السياسة التي تظهر من العالم الحديث حيث اراد الصادريون تشكيل حكومة قالوا انها حكومة اغلبية تجبر الخاسرين لان يكونوا في مكانهم المعارضة وهي معادلة متبعة يكون الفائز فيها مسؤولا عن سنواته في السلطة ويعمل الخاسر لان يكون هو البديل لكن العراق الغارق في ازماته تمسكت قواه السياسية بالخلطة التي تجمع الخاسرين بالفائزين وهي كلمة السر التي تعرف بالمحاسسة حيث ان الجميع في السلطة والمعارضة وكل من في النظام مذنب وكلهم مذنبون تعني ان ليس هناك مذنب بتو BRETT مد tennis مد32 مد. religion مش 진짜 relevant مد Langعبة ارادت